متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله جاييني تكلم عن ازاي ان احنا ممكن نعمل رن لأي open source model على الجهاز بتاعنا بشكل مجاني وده ايضا بمعرفة هل فعلا ال open source model ده حيشتغل عندي على الجهاز ولا لا لان بعض الاحيان انت ممكن تنزل بعض ال open source model زي عندك على الجهاز وتلاقيها مش شغالة معاك دي حاجة الحاجة التانية ان عملية انك انت تعمل رن بتبقى صعبة شوية فيه شوية تعقيدات بتلاقيها في النص وبعض الحاجات التكنيكل البعض بيقولك مش لازم يكون عندك خبرة تكنيكل في الموضوع ده ولكن انا بقولك لا يعني الموضوع محتاج برضو ان انت يكون عندك شوية معرفة ببعض الحاجات المهمة زي libraries وبعض الناك انت تعمل رن في الترمينال وشوية حاجات كده بصراحة تكنيكل ممكن تكون انت مش محتاجها او مش عايزها انت مجرد واحد عايز تجرب ال LLM او large language model ده هل هو فعلا جيد ولا لا وخاصة لو كمان كان open source ومجاني لكن هو برغم انه بيكون open source ومجاني مثلا بتلاقي على موقع زي hugging face مثلا او جيت هاب ولكن في بعض الاحيان بتلاقي ان في بعض المواقع اللي بتحلك استخدام او تجربة هذه الموضلز ولكن بتكون برضو بمحدود بعدد من المرات او بتضطر ان انت تشترك في الموقع علشان خاطر تستفيد من النقطة دي او الميزة دي هل كون الناس تقدر تعمل رن دي كل الموضلز دي طبعا حسب طبيعة جهازك وحسب امكانية جهازك والجميل ان الصوفتوير اللي حكلمك عنه النهاردة واللي انت حتنزله عندك على الجهاز حيتحلك معرفة لو فعلا الموضل ده حيشتغل على الجهاز بتاعك ولا مش حينفع يشتغل على الجهاز بتاعك وحنشوف مع بعض الموضوع ده دلوقتي بشكل بسيط حتقدر انت تتعمل معه بساطة مفيش اي ملفات بقى بتاعد تنزل انت بتبتدي ان انت تختار الموضل اللي انت عايزه من داخل الصوفتوير ده نفسه وتبتدي تحمله وتعمله رن وتبتدي ان انت تشتغل به موضوع هيكون بسيط جدا يلا بينا نشوف النهاردة هنتكلم عن ايه اولا النهاردة هتكلم عن lmstudio.ai هحطلك الرابط الخاص به في الوصفة اسفل الفيديو الجميل ان انت تقدر تحمله سواء كان نظام التشغيل بتاعك ماك او نظام التشغيل بتاعك ويندوز او نظام التشغيل بتاعك لينكس فمفيش اي مشكلة خالص في عملية تحميله لو ايا من هذه انظمة التشغيل موجودة عندك على جهازك اذا هبتدي ان انا احمله هنا نفترض ان انا هنزله على الويندوز فهبتروح تعمله download lmstudio for windows مش محتاج تعمل sign up اطلاقا انت بتروح تدوس على download وبيبتدي ينزل عندك اول ما هينزل عندك هتبتدي يدوس عليه وهتبتعى الايكون بتاعته وهي هي بتكون .exe هيبتدي ان هو يتعمله run او starting up وحيفترح معيك الانترفيس اللي انت شايفه قدامك فيه three mode موجودة فيه user وpower user وdeveloper احنا من نجدعه بالdeveloper انا بستخدمي اما power user اما بستخدم user هنا خليني في power user mode انا بفضل اكون في power user mode زي ما احنا شايفين الشكل شوية شبه شات جي بيتي لو انت بتعامل مع شات جي بيتي هتلاقي نفسك سهل جدا انت تتعامل معي هو user friendly جدا هبتدي ادوس على discover اول ما هدوس على discover هيرحب بيك وهنا هديك شوية معلومات الاسئلة اللي بتدور في دماغك يا ترى ايه هو local lms وازاي انزل اي model وايه الفرق ما بين ال base model والشات model البعض ممكن يكون سمع عن ال base model والشات model هنا بيشرح لك ال difference ما بين ال base model وال fine tuned model fine tuned model هو الحاجة الاخيرة الشكل الاخير اللي انت بتعمل شات بيه الشات بوت اللي انت بتدخل فيه الامر وده اللي انا بفضل ان انت لما تيجي تحمل تنزله يعني انا ما بنزلش غير الشات لان ال base model خاصة اكتر بالdeveloper بتدخله بتعمله train بتدخله data فانت في الاخر خالص كend user بتعامل مع الشات tuned model فاوانت بتحمل كده اخد بالك من الجزئية دي هنا بقى بتروح في السرشي بوكس بتدور على المodel اللي انت عايز تعمله download واي model على hugging face فهو موجود ايضا تقدر ان انت تكتب اسمه وتحمله من هنا فما تقلاش لو انت عندك اي open source موجودة على hugging face تقدر ان انت تنزله من هنا عندك بقى models كتيرة تكون موجودة عندك meta lama 3.188p و8p هنا بترمز لأيه 8p هنا بترمز لأيه billion parameters لو تفتكروا لما كنت بكلمكم في الجزء المتعلق بالLLMS او large language models بشكل عام كنت بكلمكم على ان انت ما تقدرش تحكم على جودة المodel او efficiency بتاعته او كفاءته فقط من خلال ال tokens انت ايضا لازم تكون عارف ان في حاجة اسمها parameters بيتعامل معها وكلما بيتعامل مع عدد اكتر من ال parameters وكلما كان ده افضل لا ويه ال parameters دي بتكون process دي كده ما بين layers معينة وهنا انت بتقدر تحدد ال efficiency بتاعته بشكل عام مش عايزين نخش في الحاجات دي دلوقتي بعمق احنا هنا بتلاقي المodel زي ما احنا شايفين طب بعض الناس هتقول لي طب انا اعرف منين المodel ده هينزل عندي على الجهاز ولا لا اسي مثلا هنا انا وقفت على meta lama 3.18b هنا بيديك المodel وهنا الاثر هو شركة متا وهنا الparameter زي ما قلتلك 8p 8 billion هنا partial GPU of load model يعني ايه partial GPU of load model possible يعني ممكن ينزل ممكن يتعمله load طبعا لو انت عندك فيديو رام عندك فيديو كارد مثلا external وليها امكانيات عالية هنا ممكن اعتقد الموضوع يكون بالنسبة لك افضل في انت عندك بقى زي حالاتي كده الرام بتاع جهازك مثلا 16 جيجا بايت في الحالة دي هو ممكن يتعمله ينزل وكل حاجة يتعمله download لكن لما تيجي تعمله load او تعمله run مش هيتعمله run فاخد بالك من حتة بتاعة الpartial دي انا بفضل ان هو يقول لي fully loaded ممكن ينزل كله ومفيش مشكلة انت تحمل المodel بتاعك فلازم تكون واخد بالك ان اه هو 4.92 جيجا بايت ده حجمه size بتاعه على الhard لكن هل هو هيتعمله run ولا لا هنا partial ممكن او ممكن لا انا شخصيا اي حاجة فيها partial ما بيتعمل لاش load عندي على الجهاز بتاعي هنا الجزء ده لو انت دست عليه حتلاقي ان نفس الموضل ده له كمان حجم مختلف هنا عندك لحد 8.54 جيجا بايت ده الحجم الكبير فلو انت جهازك استعابه اكبر وامكانياته عالية ده ممكن تنزل الموضل اللي هو بيكون 8.54 جيجا بايت فده طبعا حسب امكانيات الجهاز انا هنا استخدمت مثال بسيط جدا وهو حاجة اسمها واي كودر ده موضل خاص بالكود لما اجي اكتب هنا واي كودر هنا هتلاقي ده عبارة عن موضل خاص بالكود عدت ادور على اكتر واحد مناسب عندي على الجهاز وبتديت انزله هتقولي طب الحاجة اللي بتنزل بتظهر عندي فين انت بدوس على داونلود بيبتدي ينزل عندك الموضل الموضلز بتظهر فين ماي موضلز هنا لو دخلت هتلاقي الموضل بتاعتك بتظهر هنا ده الموضل اللي انا نزلته حجمه ايه حجمه 866 ميجا بايت صغير جدا عشان اقدر ان انا اعمله ران وده هنا خاص بايه خاص بالكود والماث الكود والماث يعني اي حاجة متعلقة بالكود والماث وزي ما انتو شايفين كده انا باخترى شات قطم ان انا حعرف اتعامل معي كانديوزر في الاخر وبعد كده حبتدي ان انا اروح بقى مرة تانية كده وحبتدي اروح لي الشات وكل مرة بتخلص الشات ممكن تروح كده زي شات جي بي تي تختار نيو شات وحبتدي من فوق هنا بتظهر عندي كل الموضلز اللي انا منزليها انا هنا مجربة طبعا الموضل عشان امكانيات الجهاز هو الموضل ده اللي انا حبتدي ان انا استخدمه زي ما انتو شايفين بيتعمل له Run هنا بيبان بياخد قد ايه من الرام بتاعتي بيظهر System Resources بتاعتي الرام والCPU هنا بيظهر الشات الجديد ممكن تروح تقف عليه كده وتسميه Rename وهنا مثلا حسميه Taste 1 Enter وهنا حبتدي اسأله هنا حقول له Hi What are your capabilities ايه هي ال capabilities بتاعتك معلش كله capital هنا ال assistant او الموضل نفسه هيبتدي يرد علي اللي هيستخدمه هيلاقيه بطيء لاحظ ان انت بتستخدم ال resources بتاعتك بتاعت الجهاز بتاعتك انت مش بتستخدمه على host مثلا سيرفر معين انت مش عند شات GPT انت مش على موقع زي pow.com موقع من المواقع اللي بيستضيف موضلز كتيرة جدا عليه فانت كده بتستخدمه بالاستعانة بال resources او المصادر الخاصة بهذا الموقع هو يجاوب ايه بالراحة وبطيء كلما امكانيات جهازك كانت اعلى كلما كان الرده هيكون اسرع وطبعا كل هذه الموضلز تم تحدثها فانت ممكن تلاقي واي كودر ده هتلاقي منه مثلا واحد 7P شات هتلاقي واحد احدث هيبتدي انه هو يشتغل معك افضل ويديك نتائج افضل هنا هتديك مثال بدل ما نستنى لحد ما يجاوب علينا زي ما انت شايف كده بيبتدي يجاوب ببطء مثال مثلا انا هنا سألته ده شات قديم هنا please give me an HTML and CSS code for a webpage including a greeting message انا عايزك تديني webpage عبارة عن تحية بتحية اللي خش عليها يلاقيه بيقول له مثلا welcome بالHTML وCSS عشان انا مش مش programmer يعني بمعرفتي حاجات بسيطة قوي ببتدي ان انا اشرح لك يعني هنا هو عمالي الكود واعطاني الكود كل اللي عليك ان انت بتاخد الكود بالمنظر ده علشان تجرب الكود بتبتدي تروح مثلا ليجول الستوديو كود عشان تجربه هنروح لي ونجرب الكود علشان تتخيل الموضوع ماشي ازاي قبل ما نروح نجربه هنا هتلاقيه مثلا هنا 253 tokens و بالضبط كده اللي حصل في العملية او في البروستس او معالجة هذه العملية هنا كمان ممكن تروح ترفع ملف عشان ترفع ملف ممكن ترفع ملف بي دي اف وبلين تيكست اللي هي .txt مثلا وورد ملف وورد كمان الفورمات بتاعته d o c x وهنا انت بتعمل ما بين الاسيستانت رول واليوزر رول احنا كا اند يوزر بنستخدم اليوزر اليوزر انترفيس او اليوزر رول علشان خاطر يعني نحصل على الاجابات بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنا بتقدر ان انت تاخد copy وممكن كمان تروح تعمل edit وممكن تعمل delete وعلى فكرة الناس اللي بتخاف من موضوع الخصوصية وداتا بتاعتها تقدر نتستخدم ال local يعني ناس كتير جدا بتحب انها تبقى كل ال data بتاعتها او ال history بتاعها عندها على جهازها ده ميزة هذا النوع من ال software اللي بتعمل بها run lllm locally على الجهاز بتاعك يلا بنا نروح لل visual studio code ونجرب الكود علي رحت لل visual studio code ورحت عملت file وnew text file وحطيت الكود copy paste خدته copy حطته paste وعملت له save as كملف .txt وright click open in default browser عشان اقدر ان انا اشوفه بشكل عملي welcome to our page hello this is a simple html and css page هنا الهدف ان انا وريك ان الكود اللي بيطلع بيشتغل عادي جدا وبتقدر ان انت تختبره طبعا انت واحد بتفهم اكتر مني واني زي ما قلت لك انا مش programmer هتقدر ان انت تستفيد ان شاء الله باستفادة كويسة خصوصا كمال لو كانت امكانيات جهازك كويسة الرام عندك 32 والcpu امكانياتها كويسة جي بيو رام كويسة كل ده هيقدر ان هو يساعدك ان انت تقدر ان انت تحمل الموضل وتعمله run او load وتبتدي ان انت تستخدمه زي ما قلتلك يعني الموضوع متوقف على الجهاز بتاعك بعض الناس هتقول لي مش معقول كل موضل هنزله على الجهاز بتاعي امكانيات جهازي انا بديك اقتراحات وافكار وانت طبعا بتختار المناسب ليك اشوفهم في فيديو قادم بانت الله تعالى على قناة انفو تيك فور يو يا رب كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل ساوستكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متبينة الاعزاء متنساش اللايك وشيروا الكممنت دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته